السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير كيفما تنتمنى دائما وتنشكر المشاركة عندي جدد والمشاركة القدام وتنقول لكم شكرا بثاف تتجعوني وتتكبر ليالتوك الكلمات زوينين ديالكم في الكومنتر باش ان شاء الله نزيد القدام اليوم جيتكم بواحد الوصفة قديمة عندي وزوينة وكنت نعطيها الناس نشاركة معهم ورائعة وفعالة ونا دائما صارت لكم وصفات لمجربة وتتعطى وحد نتجة مزينا للصحة ديالنا جيت لكم اليوم بعد الناس اللي عندهم مشاكل ديال الحجر والكلاوي ما تيبغوش يفتحوا تيخافوا على الفتح وهذا الوصفة رائعة لهم تتحيد لهم ذاك الحجر اللي تيكون في الكلاوي وفي المرارة وفي نفس الوقت تتعقم لنا ذاك الكلاوي ديالنا والمرارة ان شاء الله وبقاوا معي نوريكم مقادر نوريكم طريقة نوريكم باش عرفوا ذاك الحجر واش مشاليكم ولا لا طريقة تجريبة واحد تجريبة غات تجربوها باش تشوفوا ذاك الحجر واش باقي عندكم ولا مشا تحليلة منزيلية ان شاء الله نتمنى تتبعوا الفيديو كامل وتتسابدوا منه كتير ولي شاف هذا الفيديو عمل لايك والشيراك ويبارتاجي معنا ان شاء الله هاد الفيديو باش يعمل الناس كاملين وتتسابدوا منه رانسكن هاد الحجر في الكلاوي والمرارة اكتر بزف وبزف الناس كالي تدير نيتو كالي ما تدير هاش ورات يعطي واحد نتيجة مزيانة وهاد المكونات را ما تخافوش منهم غرحتاجوا لهاد المكونات ديال دوسة ديال اليوم قبطة ديال المعدنوس يكون مغسول ديال جا غسلتو وخليوه تسقطر شوية المعدنوس دوسة ديال الكبال را كنتوا عدتكم في داكستوري قدليكم را تتخذو فابر عندو الناس يتوقد دابا الكبال را هي حشاكم تيلوحوه جمعوه وغسلوه وخليوه جفوه ما تغسلوش جفوه خليوه ما تبغوو تتعملو عا تتغسلوه را دغيتي يتجفليكم دغيتي ينشفليكم الحرير ديال الكبال را تحطوه يفوق الفران لي تطيبو فيه را تنشفليكم ولا في الشمس لي بغيتو مهم انهم تنشفو داك الحرير هرس الحجر وعليها تشكرا كين عند العطار قولهم يواحد جوه جرام ديال هرس الحجر را تباك لا تعتك فيه وزريعه نوار الشمس زريعه الكحلة ليسا ناكله را تتباع دابا عند العطار خضره ما فيهاش الملح بلا ملح خضره على هات الشكل هذا خدوه كينة صغيرة كينة كبيرة نواريخ ديال زريعه الكحلة ديال نوار الشمس نعود لكم مقادر باش المكونات باش تكروم كين قبطة ديال معدنوس هرس الحجر الحرير ديال الكبال زريعه الكحلاء نوار الشمس ربعه ديال المكوناتها وما تنوريهم لي وتد اكد عليكم هرس الحجر را موجود موجود عند العطار وهاد وصفه وخال انسان ما يكونش مريض يبقى مرة مرة يشربها را تتصفي لينا دوك الكلاوي والمرارة را تتصفيهم ونبولة الجهاز البولي را زوين الناس الكبير صغير كبير ما تخافش منه را وصفه طبيعيه مكونات ما تخافش منه بالعويدة دياله دائما ديروا المعدوس بالعويد دياله هاد وصفه الصالحة الناس اللي عندهم مشاكل ديال الضغط الارتفاع ديال تنسيون والناس عندهم السكر ما يخافش من هاد وصفه نهائيا تجبيع تتصلاح الناس كاملين صافية تتخدو شو شو من هاد المكونات وعملوهم فوح الكاس وتدعو اليوم ما مغلي وخليه تتخمر تتخمر بهاد المكونات غطي وخليه تتخمر عاد شربوه تلا تلكيسا في النهار شربوهم ما تخافوش منه نهائيا بلا ايمان تنصحكم الوصفات خدوهم بلا سكر بلا سكر من الاحسن فشتناح رقاء اللي كاملين وعاد بلا سكر بلا سكر بكتنسيون صافي و متين يعود نصور لكم تن انو نأكد عليكم هرس الحجر الحرير ديال الكوبال زريع الكحلا شوية المعدنوس هذا وربعة المكونات كما تنقول لكم وخاما تكون شوية الحجر فالمرة ايروي يبقى شربوها بحال شكل غط تاخذو شيلويزا وو شوية الزعتر نفس الشيء سوف تشربوها والنعناع سوف تتخمر و تبرد شوية و شربوها رائعة الوصفة و مجربة عندي قديمة الوصفة و كنت دائما تنقلها الناس و كاللي تدير نيتو تستعملها كاللي ما تديرش نيتو را ما تستعملها و هذا الشيء ما تخافوش منه أنا دائما ما تنجيش لكم شيء عشبة لما معروفه شد شيء كله معروف زريعة تنكلوها الحرير ديال الكبال حرير ديال الدراء را سنأكلو الدراء راسحي المعدنو سنطيبو بيه هرز الحجر عادي بحلو بحل شيء عشبات تستعملو دائما بحل الويزة ولا الزعتر ما تخافوش منه سافيها هو ذاك الكويس اللي خمرت بدوك العشوب خليتهم يتخمروا واحد عشرة ديال دقايق بما تلقو و ذاك الزيوت و ذاك المركبات اللي فيهم تتلقو في ذاك الماء مغلي سافيتيوني على هات الشكل هادا هات شربو تات الكيسان في النهار و أنا تنصحكم خدو دائما كاس على الريق و كاس بالليل و ذاك الكويس اللي غايبقى الثالث خدو خدو وقت ما بغيتو في أي وقت مكلكم تاخدوه ولكن بقوا معايا باش نقول لكم تحليل المنزلية اللي غات تستعملو واش عارفو أن هاد الوصفارة جات معاكم و ذاك الحجر را نزل ليكم غات تاخدو حاجاكم اللي غاتبولو البولة اللي غاتبولو بالاحسن بقوا على الصباح خدو الشيبانيو يكون ماشي بيد يكون في شيلون آخر هادا خليو هادا غاتخليوه هادا غاتخليوه هي التحليل اللي غاتديرو ديال البولة اللي غاتديرو غاتتبو بحال منهار تلتيام اللي غاتبقو 9 ملوصفه خدوها مدة سبع أيام دائما نقول لكم خدو الوصفات مدة سبع أيام وحبسوها ترجعوا ليها باش الجسم ديالكم تتوال في هادا الوصفه والكبدة ما تقطروا شعليها خدو بانيو يكون في شيلون من غير البيض سافي نهار تلتيام او اربع ايام اللي غاتبقو تتعملوا هادا الوصفه يوميا ثلاثة كيسان في النهار غاتبقو حاشاكم تبولوا في شي بانيو يكون من غير البيض كيف ما قد لكم باش يعطيكم ذاك شي اللي تنزليكم مع البولة غيكون على شكل طراب ولا شو ذاك البولة ما صافياش نزليكم ذاك شي على شكل طراب عرفونا ذاك الحجرة تنزليكم وتيدوب لكم ان شاء الله ما يبقاش لكم نهائيا 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 والله بغيت نعود لكم القصة ديال السيدة من العائلة ديالنا را كتر من عشر سيلي كانت تستعملت هاد الوصفه وكان في علا ما دارش العملية ونزليها الكلاوي ولكن را الفيديو غايجي طويل وغتملو ملو من احسن انا را هادية شحام واحد قلتها لي وجربها وان شاء الله نتمنى هاد الفيديو تبارتاجيو مع الناس باش اي واحد عنده هاد مشكل يحيد لي ذاك الحجر بلا ما تكونوا مراد غير سيعملوها بقوت شربوه مره 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 كويس را ما تيجيكمش ذاك الحجر ما تيتكونش لكم نهائيا تطفينا ذاك الكلاوي وذاك المره را من ذاك الحجر اللي تكون فيها وهذا الوصفة را رائعة وشو المكونات را موجودين را ساهلين ان شاء الله خاشكم غير السفر في الوصفة الطبيعية ان شاء الله لأول مرة غيشوف الفيديو عمل لايك والشيرك وكتبوا لي في كومنتيغ الله يسأل عليكم ارا الوصفات كلها طبيعية ونخلي خودوهم بلا ما تكونوا مراد ونخليهم اشتركوا في القناة